بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات نلتقي بكم اليوم بإذن الله في درس من دروس مقرر علوم البيئة والمشترك ما بين المسارين التعليم الفني والمهني في مقرر عالم 810 وكذلك في توحيد المسارات عالم 201 المقرر على المستوى التوجيهي الثالث السنوي فلنبدأ بإذن الله في درسنا اليوم كما تشاهدون هو عبارة عن درس مواطن اليابسة وهو أحد الأغلفة الحيوية في الكرة الأرضية درسنا اليوم بإذن الله سيكون خفيفا لطيفا فلنبدأ معا بإذن الله في البداية مواطن اليابسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي المنطقة الصحراوية والمنطقة العشبية والمنطقة أو منطقة الغابات اليوم بإذن الله سنتناول معا المنطقة الصحراوية فقط المنطقة الصحراوية سنتحدث بشكل مجمل عن النباتات الصحراوية التي تعيش فيها الحيوانات الصحراوية الطيور وسنأخذ مصطلحا يسمى التصحر وأخيرا الصحراء الجليدية فلنبدأ معا بالمنطقة الصحراوية بشكل عام وصنفت المنطقة الصحراوية على أساس درجات الحرارة إلى قسمين إلى صحارة حارة وصحارة باردة وسنعلم في نهاية هذا الدرس كيف تكون الصحراء باردة وهناك تصنيف آخر للمناطق الصحراوية على أساس كمية الأمطار التي تهطل على هذه الصحارة فبعضها سيكون شديد الجفاف وبعضها ستكون مناطق شبه جافة يعني جافة والآخر ستكون مناطق شبه جافة وتهطل عليها أمطار بكميات متوسطة ولكن أعزائي على الرغم من سقوط الأمطار بمعدلات بسيطة في هذه المناطق إلا أن الاستفادة التي يتم الاستفادة منها بالكائنات الحية الموجودة ليست كبيرة لماذا؟ تخيلوا معي الآن صحراء شاسعة وتهطل عليها أمطار نوعا ما بسيطة الصحراء فيها درجة حرارة عالية جدا وبالتالي مهما اكتسب النبات من مياه فإن هذه المياه تذهب إلى عن طريق التبخر والنتح وتفقدها النباتات أيضا هناك شدة الرياح رياح شديدة دائما وكذلك نسبة الرطوبة منخفضة فبالتالي مهما سقط من أمطار فلا يمكن الاستفادة من هذه الأمطار إلا بشكل بسيط نبدأ أحبائي بالغطاء النباتي في شبه الجزيرة العربية في شبه الجزيرة العربية هناك لدينا أربع بيئات رئيسية هي الأراضي الرملية الأراضي الملحية الأراضي الحجرية والصخرية والحصوية والأراضي الجبلية هذه الأربع أنواع تغطي معظم شبه الجزيرة العربية وكذلك أعزائي شجرة السدر أو ما يسمى بشجرة النبق وهي التي تحتوي على ثمار الكنار أيضا نبات المرخ وهو عبارة عن نبات دوسيقان دون أغصان وكذلك نبات البرشوم أو ما يسمى التين الشوكي هذا هو وكذلك نبات الصبار المعروف لدينا هذه المجموعة الكبيرة من النباتات التي تعيش في شبه الجزيرة العربية وكما ذكرنا بيئة صحراوية وذكرنا أيضا شدة الحرارة وقلة المياه فكيف يمكن لأنواع هذه النباتات المختلفة أن تتأقلم في هذه الظروف الصعبة جدا تتأقلم هذه النباتات عن طريق ما يسمى بالتكيف أي أنها تتكيف في الظروف التي تتواجد فيها فهي مجبورة على الوجود في هذه الظروف فكيف تتكيف؟ أولا تقلل النتح والنتح كما تعلمون هو خروج الماء من أوراق النباتات أو من سطح النباتات فكيف تقلل النتح؟ أولا تزيد سماكة البشرة الشمعية في الأجزاء الخضراء لأن الأجزاء الخضراء مثل ساق الورقة ساق العفوا الأوراق الأشجار تحتوي على ثغور هذه الثغور يخرج منها الماء فماذا تفعل النبتة؟ تزيد سماكة هذه البشرتها الخارجية وبالتالي تمنع خروج الماء فتحافظ على كمية الماء القليلة التي لديها أيضا من الممكن أن تحور أوراقها إلى أشواك كما يفعل نبات الصبار نبات الصبار ربما لا تعلمون هذه المعلومة ولكن هذا الجزء عبارة عن ساق الصبار وهذه الأشواك هي عبارة عن أوراق في الأساس ولكن تحورت لتتكيف مع هذه الطبيعة إلى أشواك وبالتالي لن تفقد الماء من الأشواك التحور الثاني أو التكيف الثاني هو زيادة المجموع الجذري فنرى معظم النباتات الصحراوية لديها جذور طويلة ومتفرعة لكي تحصل على أكبر قدر من المياه التحور الثالث هو اختزان الماء في أنسجة خاصة كما تلاحظون في نبتة الصبار أو أحد أنواع الصبار يسمى الألوفيرا عندما نكسر هذا الصبار سنلاحظ داخلها مادة تحتوي على الكثير من الماء فتخزن هذه الماء في الأنسجة الخاصة بها أيضا بعض النباتات تلجأ إلى اختصار فترة حياتها أي أنها تكون لديها فترة حياة قصيرة مجرد تهبط الأمطار تنمو تزهر تثمر ثم تتموت فورا فعملية قصيرة جدا حتى تحافظ على بقاء نوعها نتقل الآن إلى الحيوانات حيوانات البيئة الصحراوية أعتقد أنكم حذرتم أول حيوان سنتحدث عنه وهو الجمل العربي الجمل العربي من أهم الحيوانات الصحراوية وكذلك الغزال الجبلي لدينا الذئب العربي والنمس الهندي أيضا هذه كلها كائنات تعيش في الحياة الصحراوية كذلك الضبع المخطط والأرنب البري وكذلك السعلب السعلب العادي الأحمر والجربوع أيضا وكان الجربوع مقبل ذلك يستخدمونه يصطادونه لالتهامه الطيور من ضمنها النسر الأسمر وهو أحد أكبر أنواع الطيور وحركة ثقيلة جدا ولا يستطيع الطير للوصول إلى فريسته فماذا يفعل؟ يأكل عادة الرمم بقايا الكائنات الحية والعوسق والشاهين لدينا هذه الحيوانات حتى فيه هنا في البحرين وطائر الحضارة والزواحف معروفة أيضا مثل الأفاعي بأنواعها الأفاعي النافخة أو الكوبرا المصرية وغيرها والسحالي مثل الضب كما نعلم والوزغ كيف تتكيف هذه الحيوانات؟ كما كان لنباتات طرق للتغلب على البيئة الصعبة أيضا الحيوانات لديها طرق خاصة بها للتكيف مع البيئة أولا لو لحظتم ألوان الكائنات الحية التي تعيش في البيئة الصحراوية ستلاحظون أنها جميعا تميل إلى لون البني اللي هو لون الصحراء لون الظروف التي تعيش فيها لماذا؟ تتميز بهذا اللون لكي تختفي عن أعدائها أولا ولكي تخفف من أشعة الشمس الساقطة عليها فتعكسها عنها وتحتفظ ببرودة جسمها التكيف الثاني هو وقت النشاط بعض الحيوانات مثل الجربوع مثلا ينشط ليلا فبالتالي يحافظ على درجة حرارته وفي النهار يختبئ فيه الجحور أما الجمل مثلا والثديات الأخرى عادة تنشط نهارا ولكنها دائما تختار الأماكن المظللة أيضا لتحافظ على درجة حرارتها وكذلك مثلا لدينا مثال هنا الجربوع الجربوع كما قلنا أنه ينشط ليلا كما أن لديه لاحظوا هنا هذه الأطراف أطرافها الخلفية طويلة مقارنة بأطرافه الأمامية لماذا طويلة؟ لكي تساعده في القفز والراكض السريع وأيضا هذه الأقدام الخلفية مبطنة بشعيرات طويلة حتى لا تغطس رجل الجربوع في الرمال الناعمة بالذات أيضا لدينا الجمل لاحظوا الجمل نعلم جميعنا أن لديه خف سميك جدا ليساعده على السير فوق الرمال مهما كان نوعها ناعمة أو صخرية أو قاسية الأرانب والسعالب أيضا لاحظوا أذن الأرنب لاحظوا حجم أذن الأرنب مقارنة مثلا بالحيوانات العادية مثلا القط مثلا أو الهر الأذن تكون صغيرة جدا بينما في المناطق الصحراوية لا المناطق الصحراوية سيكون لديها آذان كبيرة الحجم لكي تلتقط الأصوات وجسم الكائن الحي تصل له التهوية ويخفف من درجة حرارة الجسم وأخيرا أو ما قبل في سريحة الأخيرة التصحر أحبائي ماذا لو استمر الإنسان بتدمير هذه البيئة الطبيعة الجميلة التي تحدثنا عنها من طيور وكائنات حية تعيش في هذه الأماكن الصحراوية سيحدث ما يسمى بظاهرة التصحر والتصحر أعزائي هو عبارة عن نقصان أو هدم أو تخريب للأراضي بما ينتج عنا إلى ظروف شبيهة بالصحراء يعني أرض عادية ولكن يعني يتم تخريبها إلى أن تصل إلى ما يشبه الصحراء مثل هذه الصورة لاحظوا الأرض هنا مشققة من شدة الجفاف والحرارة ولكن أحبائي كيف أستطيع الاستدلال على حدوث تصحر في أحد المناطق هناك عدة مظاهر للتصحر سنسردها لكم فيما يلي أولا سألاحظ في هذه المنطقة تدهور للغطاء النباتي وقلة الغطاء النباتي وعدم يعني ما راح يكون بالشكل المناسب وكذلك سألاحظ نمو وزحف الرمال المتحركة فوق هذه المنطقة وأيضا سيحدث هناك تعري وتخريب لتربة المزارع بفعل السيول التي تجرف التربة والرياح وما إلى ذلك العوامل الجوية المختلفة وأيضا سألاحظ أن هذه الأراضي ستغرق بكمية هائلة من الماء بسبب الأسلوب الخاطئ لري النباتات وكذلك سألاحظ ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض بسبب تداخل المياه الجوفية مع المياه البحار وغيرها من العوامل سألاحظ أيضا قلة المخزون المائي الجوفي والسطحي في هذه المناطق التي تتعرض للتصحر وأيضا سيتم قطع أشجار الغابات أو هذه المناطق الموجودة سواء عن طريق الرعي الجائر أو عن طريق الزحف الأمراني هذه أشياء كلها تؤدي بالإنسان إلى قطع الغطاء النباتي في هذه المناطق وأخيرا سألاحظ أيضا أن الغطاء النباتي يتأثر بأسلحة الدمار الكيميائية وملوثات الهواء من مصانع وغيرها وأخيرا أحبائي قبل أن ننتقل إلى الجزء الأخير من هذا الدرس أود أن أنبه أو أنوه على أهمية المحافظة على بيئتنا حتى لا نتعرض إلى هذه الظواهر الخطيرة النوع الأخير من الصحارة ذكرناه في بداية الدرس وهي الصحارة الجليدية أو صحارة التندرة فهناك أيضا عندما نسمع كلمة الصحراء تخطر على بالنا شعة الشمس الحارقة وما إلى ذلك ولكن هناك أيضا صحارة جليدية وهذه الصحارة تتميز به درجات حرارة منخفضة وفصل صيف قصير جدا ربما لا يتعدى الشهرين في مدار السنة الغطاء النباتي عبارة عن نباتات بسيطة جدا مثل الحزازيات الأشنات الأعشاب وبعض الشجيرات الصغيرة أما الحيوانات التي تستطيع التحمل في هذه الظروف القاسية والصعبة فمثل بعض الثديات مثل الذئب السعلب القطبي والغزال الرنة وكذلك بعض الحشرات مثل البعوض والذباب وبعض القوارض الصغيرة وهكذا أحبائي نكون قد اختتمنا الجزء الأول من درس مواطن اليابسة من علوم البيئة نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في الجزء الثاني منه وتحياتي لكم